السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة الحلقة دي هتكون دسمة فجهز نفسك كده ان شاء الله وكباية الشاي في ايدك وبرضه ان شاء الله مش هطول عليك مش هزود عليك دقيقة كتيرة حاول انجزك في السريع كده معلم عشان اه لو وراك حاجة تلحق تعملها هنتكلم عن خنائة بن شرقي وباتشيكو تطورات الخنائة دي وصلت لغاية ايه والغاية فين وحصل ايه في رفة خلع الملابس هنتكلم عن مفعال مسماني بسبب الصحفيين اللي استفزوه بالاسئلة اه اللي دايقته بعد دقاء الاهلي وايضا هنتكلم عن حاجات بسيطة كده في مباراة الاهلي وفيتا كلاب فاستأذنك قبل ما نخش في التفاصيل لو انت اول مرة تشوفني وحابب تابع كل اخبار الدوري المصري اول بول ومتشاط الدوري المصري اول بول اشترك في القناة في تحت زرار احمر واكتبوا عليه سبسكرايب او اشتراك دوس عليه جنبه جرس وسع الجرس واختار اول اختيار ولو انت جديد او قديم معنافكم انا ما ننساش تعمل لايك لان اللايك مهم جدا في انشار الفيديو ما ننساش تعمل كومنت وانتنساش تعمل شير وباسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هنتكلم الاول عن مباراة الاهلي بعد كده نتطرق لموضوع مسماني ونختم بموضوع باتشيكو وابن شرقي مباراة الاهلي يعني بغض النظر ان مباراة الاهلي كانت اه الاهلي شط تسعة وعشرين شوطة منهم تلتاشر بين الترات خشبات دخل منهم هدفين ووحداشر كرة تصدت عايز اقولك الاهلي راح اعتقد بما لا يقل عن خمستاشر اه كرة في مواجهة المرمى او او تلتاشر كرة في مواجهة المرمى الاهلي كان الاستحوات بتاعه يصل لسبعين في المية الاهلي كان مسك المباراة الاهلي كان مساطر على الوضع الاهلي كان اه عامل كل حاجة في المباراة وفي الاخر الاهلي اتعادل اتنين اتنين بسبب رعونة بعض لاعبين النادي الاهلي خلينا نكون صريحين وواضحين جدا زي ما تعودت معاكم انا كل مرة لما بيحصل حاجة بطلع اقول لك اه ده لعيبة ده مدرب ده مش عارف ايه وكزا انا المرة دي لا مش شايف ان المدرب مش شايف ان هو مسماني لأ انا شايف ان هو عيب لعبين ان اللاعبين كان عندهم رعونة عندهم عدم تحمل مسئولية عندهم حاجة غريبة انت الواحد مش فاهمها يعني بيروحوا ناحية الجن بشوته شطة غريبة يعني كرة ابشة اللي كانت قدام الجن دي غريبة بواليا غريبة اغرب اه مروان محسن اغرب واغرب مش عارف ايه كور كده تحس ان اللاعبة ما تفهمش يعني لدرجة ان فيه بعض الاسئلة اللي كانت في المؤتمر الصحفي ان فيه يعني حد من الصحفيين هنضطر طبعا الموضوع ده يعني حد من الصحفيين بيقول للمسلمانية اللاعبة كتقصدة ولا اللاعبة شابعت بطولات ولا الحاجة غريبة كرة بتيجي قدام الجن شط يا معلم ما بتشطش ليه فالموضوع كان غريب موضوع لا هو خطة ولا هو حكم عشان ناسوا برضو الحكم اه ما عليش بس ما احترامي الناس اتكلم عن الحكم اه مسيماني بنفسه المدير الفني للنادي الاهلي طلع وتكلم وقال لك انا مش هتكلم عن التحكيم وعمري ما بجيب سيرة التحكيم واحنا خسرنا النهاردة بسبب الفرص الضائعة وليس التحكيم بعيدا عن التحكيم احنا كنا ممكن نجيب جوان كتير جدا لدرجة ان المدرب ذات نفسه طلع في المؤتمر الصحفي وتكلم وقال قال لك ان الاهلي كاد ان يقدر او كاد ان يسجل ما لا يقل عن ستة اهداف في هذه المباراة وقعدش يقول ايه الحكم وحي شو ده ضرب الجزاء غير مستحقة انت بتتكلم في ان انت مضيع اه يجي تنشر انفراد وتجي تقول اه الحكم انت ضرب الجزاء غير مستحقة المدير الفني بنفسه بتاعنا دي الاهلي طلع وتكلم في الموضوع ده فالمشكلة يا جماعة لا اللعيبة كان فيه رعونة غريبة انا قلت لكم في الفيديو الاخر فيديو قلت لكم يا جماعة افشة محتاج يوعد على الدكة حسين الشاحات محتاج يوعد على الدكة الاهلي من غير علي معلول فيه جاب كبير جدا 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 مازال في مشكلة في دفاع النادي الاهلي والفرق اللي بتلعب النادي الاهلي بدأت توصل للشناء وبصورة اكبر من قبل كده الاهلي محتاج برضو عودة محميل بتولي اعتقد هيدعم الدفاع بصورة اقوى واكبر من كده محمد ياني بيمشي على سطر ويسيب سطر عمر السلية بقاله فترة مش هو عمر السلية في موضوع التجديد برضو يعني بيتكلم وبتناقش فيه مش ده عمر السلية اللي همتعودين عليه بواليا انا من اول ما بواليا جيه والناس قالت لي لأ واوحتني وقالت لي ازاي تتكلم على كده ازاي تقول كده قلت لما يا جماعة بواليا ليس هو المهاجم اللي الاهلي عايزوا ويمكن اللي قلت جملة كده كزا حد قاعد يكرر هاري بعد كده والناس من صحابي اللي شاموا الفيديو بقيت مشهور بيها الاهلي لم يجد ضالته حتى الان في رأس الحربة الصريح لغاية دلوقتي الاهلي مش عارف يجيب رأس حربة صريح هو اللي يبقى المهاجم بتاع النادي الاهلي الاساسي كان محمد شريف مشروع رأس حربة صريح للنادي الاهلي ولكن باللي مسماني عملوا لما بواليا جيه ولعب بواليا على مسماني وخلى بواليا هو دايما الاساسي آآ عفوا نلعب بواليا على محمد شريف وخلى دايما بواليا هو الاساسي ومحمد شريف يركن محمد شريف نفسيا ما بقى ازاي الاول ففي مشكلة في الموضوع ده. فيه كزا عامل آآ آآ غير مباشرين بالخير للنادي الاهلي زي اي برضو ما اتكلمت على عوامل نادي الزمالية. هناليا نكون وقعيين. انا بكلمك بوقتها الواقعية ودائما عندي مبدأ بقولك عليه. اللي يحبك او اللي عايزدك الخير بيقولك اه مشاكلك في وشك باسلوب محترم وراقي. ما بقى خليباك ممكن قولك انا بحبك فانت انت حمار. مش حاجة اسمها كده. فاهم? لا. يعني اللي يحبك هيقولك مشاكلك وينتخذك باسلوب محترم وراقي. ويبغت من بكاني ولا بكى الناس علي ولا دحكني ودحك الناس علي. امثال شعبية قصيرة كده. لكن انا لو ما بحبكش مش عايزدك يقولك الاهلي في التوب. الاهلي كانت لوب. ايه عمل دلع ده? لا الاهلي والزمالك على فكرة. اه اه. الاتنين حاليا مش كويسين. دي وجهة نظري. انا دي وجهة نظري. بغض النظر الاهلي بعد البرونزية يتكسر عامل اندية واللعابة محتاجة تترجلش. انا بقولك والله. ما علينا. المهم معلم موضوع اه موسيماني. موسيماني كان في اللقاء الصحفي وكان متعصب بسبب التعادل وبيقولك دي اغرب مباراة شفتها في حياتي ازاي الاهلي يتعادل بالطريقة دي. احنا ضيعنا كم من الفرص هائل وعمر ما يجلنا كمية الفرص دي تاني. المفروض نعمل ايه تاني? عشان نكسب وعشان لعبة تحط الكرة في الجون. انا ما بحملش لعبتي المسئولية. انا انا وفضل ادافة عن اللعبة راجل محترم جدا. حتى قالك انا مش هتكلم عن التحكيم. احنا كان في ادنا الفوز ضيعنا فرص كتير جدا جدا جدا. ما حدش يجي يقول للتحكيم لان انا مش مدربين اللي بتكلم عن التحكيم. احنا كان عندنا كمية انفراضات وفرص كتير جدا. احنا كنا نقدر ان نخلص المطش وما خلصنا هوش. فالعيف فينا احنا مش في الحاجة. الحاجة التانية في صحف يطلع سأله قال له انت ليه طلعت بوالية? فقال له انت بسؤالك ده انت عايز ايه? يعني انت عايز تعمل مشاكل? عايز تفتعل الازمات? ايه المشكلة? بوالية راح على الجون كزا مرة? وضيع انفراضات كتير جدا. فانا خرجت ونزلت محمد شريف. طبا محمد شريف في المباراة اللي قبلها لعب وضيع برضو معربش وما جابش ولا جون. ايه المشكلة? وانا مدرب وانا حر بعملها يعني يعني انت عايز تفتعل الازمات وخلاص وانفعل على الصحفي. وكان مدائي جدا. بالنسبة الموضوع اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي وهو خارج النهاردة في المباراة كان اه مش حابب ان هو يخرج اه اه والدايق لما باتشيكو خرجو نسزل اه اسامة فيصل وشوح كده اللي هو مخنوق ومتدايق الناس قلت خلاص دي لأ طاعدت نفاجأ ان بعد اه المباراة ما خلصت كل الصحف كتبت والصحفيين كتبوا ان الخناعة تطورت وداخلت اه لغرفة الملابس ما بين باتشيكو وبين اشرف بن شرقي وقعدوا زعاوا مع بعض جمد جدا وبقول لك لو لا تدخل اللاعبين ان هم مسكوا اشرف بن شرقي وحشما بين وبين باتشيكو الموضوع كان ممكن اه يحصل مالا يحمد عقبا مكتوب كده بالزبط في الجرائد يعني كان ممكن يطاولوا على بعض بالايدي يعني الله كده كده اصلا كان في زعيق وكان في يعني بهدلة انا دي حاجة مدقينة جدا يعني المهم اه يعني ادارة الزمالك عرفت بالموضوع وقررت اه عقوب يعني فرض عقوبة على اللاعب تقدر بتلتمية الف جنيه اه هيتم خصمها منه اه من مستحقاته يعني بص انا عايز اقول لك على حاجة اشرف بن شرقي زيزو فرجاني ساسي محمود علاء ابو جبل الخمسة دول بالزات 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 انا تكلمت عنهم في اكتر من فيديو سابق وديك كتيرة قلت يا جماعة الخمس لعبين دول بعد ما كانوا هم التوب في الزمالك وهم اللي طرعين بالزمالك السماء احترامي الكامل لعبين اللي موجودين كلهم عدراسي دلوقتي بقى فيه رعونة في الاداء بقى فيه دلع في الاداء بقى فيه لا مش قادرة يا ابزل تغطي كلها بقى فيه انا جاي لعرض خارجي عايز امشي بقى فيه زودلي فلوس يا ام امشي بقى فيه مش هجدد بقى فيه ده انا محتاجيني في تسعين نادي برا انتوا بتتكلموا ازاي كده طبعا ده ناجم عن ايه عدم الاستقرار الاداري بناشد تاني وزير الرياضة كل فيديو تقريبا بناشد السيد وزير الرياضة من فضل حضرتك لو سمحت عايزين انتخابات عاجلة في نادي الزمالك تيجي اه او تجيب ادارة جديدة تقعد اللي اربع سنين بتاحهم عندها برنامج انتخابي نقدر نحاسب الادارة عليه نقول لهم نقول لهم انتوا عملتوا ده غلط انتوا عملتوا ده صح لكن كلجنة انتقالية السنة اللي قاعدة فيها اللجنة الانتقالية دي هتدمر النادي كرويا تماما وافتكروا كلام يا جماعة وربنا نسترها كان معكم اخوكم عمرو عاطف في قناة صاحب الكرة شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم